الدفاع المدني إذا كان الاحتفال بيوم شرطة البحرين مناسبة جيدة للإعراب عن الشكر والتقدير للعيون الساهرة على أمن الوطن وأمان أهله فإنه في الوقت ذاته جدير بتأكيد العهد والولاء والمضي قدما في النهوض بالرسالة الأمنية ومن بين القطاعات الأمنية العامرة بالمهنية والتضحية الدفاع المدني بعد انضمان من الوقت البحرين إلى الحماية المدنية صار هناك نقلة نوعية في نوعية التدريب في التواسع في المراكز في إنشاء فرق الإنقاذ فرق المكافحة هناك الكثير من التطور الذي حصل في المنظومة نفسها بالنسبة حق المراكز الدفاع المدني انتشرت على كافة المحافظات البحرين بحيث يوجد في الوقت الحالي 13 مركز موازع على جميع المحافظات بحيث يغطيها بشكل جغرافي وتناسبا مع الكثافة السكانية وحاليا بالنسبة حق تغطية البلغات توجد هناك غرفة خاصة لاستلام البلغات وتوجيه الآليات وقد باشرت الإدارة العامة للدفاع المدني هذا العام ما يزيد عن 6091 بلاغا ووصلت استخدام التقنية الحديثة في تسهيل الأداء وهو أمر واضح في كافة المهام الأمنية والإنسانية التي يؤديها رجال الدفاع المدني تلقى غرفة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني العديد من البلغات على مدار الساعة على سبيل المثال آخر بلاغ كبير كان حريق عمبوب نفط خام في منطقة بوري على الفور توجهت هاليات الدفاع المدني للموقع وتم خلاء منطقة بوري بالكامل ومنطقة سوق واقف وذلك لتأمين المواطنين والمقيمين تسعى الإدارة العامة للدفاع المدني حق تطور الكادر البشري في الإدارة سواء على مستوى الضباط ولا على مستوى الأفراد وذلك عن طريق تأهيلهم وتدريبهم بدورات اختصاصية في مجال الدفاع المدني في الدفاع المدني يتم تلقي البلغات على مدار الساعة ما بين إطفاء حريق إلى مهام مساعدة وإنقاذ إلى مجابهة أخطار ما دام كله يصب في حفظ الأمن والسلامة العامة ترجمة نانسي قنقر